وفيه من الفوائد وجوب صيانة الإنسان لسانه عن أن يصدر منه سوء أو شر وأنه ينبغي له أن يتأمل وأن يفكر في العواقب لما يصدر عنه وأن لا يكون غائباً عن ما يقول إليه فعله فإن النبي صلى الله عليه وسلم نظر في المآلات والعواقب في مثل هذا الكلام الذي يصدر عن الرجل بأن يسب أبا الرجل أو يسب أمه وجعل العواقب موجبة لمزيد امتناع عن القول أو عن الفعل لأجل شؤم عاقبته وقبح مآله فينبغي الإنسان أن يكون متأملاً لعواقب قوله وخواتمه فإن ذلك مما يسلمه ويبعده عن الإثم وعن الوزر وعن الخطأ فالأمور بمآلاتها وعواقبها تعرف أحكام بداياتها وأحكام أوائلها ترجمة نانسي قنقر